هل سمعتم عن شخص ثقت؟ ربما كسر وركه أو تعرض لإصابة أخرى ربما آذ ركبته أو كسر يده لأنه سقط؟ التوازن مهم جداً حتى في الصبع. نفكر في العجائز المصابين بترقق العظام وضعف الوركين وهم يسقطون. ذلك مؤذن جداً. في الواقع العجائز الذين يكسرون وركهم عدة مرات لا يتعفون وذلك مؤسف. لذا مهما كان عمركم عليكم الحرص على التوازن كما يجب وسنعمل على ذلك اليوم. فلنستمر بالتحرك. تذكروا وضع الماء بقربكم فسنحتاج إليه خلال التمارين كما تعلمون. هيا بنا نتحرك. بداية نحتاج إلى التحمية لكن سنؤدي تمارين مرة واحدة وعادة عليكم تأدية كل سلسلة تمارين مرتين. أما اليوم سنتمرن على التوازن سنؤدي سلسلة واحدة. أكرر يجب أن تكون القدمان نحو الأمام تحت الوركين الركبتان مثنيتان نحو الخارج والمؤخرة متسوسة الكتفان نحو الخلف. الإبهامان في الخلف إنحنوا وسطح الظهر قويم الساق شهيق زفير واحنوا قويم الساق ثانية زفير واحنوا أبقوا المرفقين في الأعلى زفير واحنوا المرة الأخيرة زفير واحنوا اليدان على الركبتين دصوا دصوا إلى أن تستقموا الذراعان زفير وقويموا شهيق ودصوا زفير وقويموا شهيق وزفير أمسكوا الذراعين ومدوا اثنان ثلاثة أربعة اليدان على الركبتين قويموا نحو الخارج إنحنوا نحو الأمام أمسكوا الكاحلين وهزوا الرأس واحد اثنان ثلاثة وأربعة اصعدوا اقلبوا الراحتين وصعدوا تدريجيا نحو الأعلى مباشرة الكتفان نحو الأعلى ارفعوا الرأس ودوموا الكتفين والشهيق ثم زفير وإلى الوراء اثنان ثلاثة وأربعة والآن نحو الأمام واحد اثنان ثلاثة وأربعة مرة أخرى نحو الخلف دوموا الكتفين جيدا اليدان في الخلف تذكروا استعمال المنشفة إذا احتجتم إليها إذن الراحتان معا قويموا الزراعين وارفعوا اثنان ثلاثة وأربعة الضقن نحو الأسفل ثم جانبيا شهيق زفير الضقن نحو الأسفل ثم جانبيا وتذكروا استعمال المعدة لتنفس شهيق زفير الضقن نحو الأسفل ثم جانبيا وشهيق زفير الضقن نحو الأسفل ثم جانبيا وشهيق ثم زفير الضقن نحو الوسط احنوا واحد اثنان ثم احنوا واحد اثنان احنوا واحد اثنان احنوا واحد اثنان الآن أنظر إلى الخلف نحو الجدار الخلفي أبقى الضراعين مستقيمتين وشهيق وزفير أدير الرأس نحو الجانب الثاني أنظر بقدر المستطع نحو الجدار الخلفي شهيق وزفير مرة أخرى في كل جانب أنظر إلى الجدار الخلفي وشهيق ثم زفير مرة أخرى شهيق وزافير ممتاز والآن ارفعوا الضراعين واحد اثنان ثلاثة واربعة انحنوا وسطحوا الظهر فيما تبقون ركبتين مثنيتين انحنوا وسطحوا الظهر ثم ارفعوا واحد اثنان ثلاثة واربعة انحنوا كالنعامة دصوا الضقن وشهيق اسفروا وأرخوا الضقن الشهيق ودصوا زفير وارخوا الضقن اخفضوا اليدين واقلبوا الراحتين مدوا هما فيما ترتفعون نحو الاعلى مباشرة دويموا الكتفين وشهيق ثم زفير سروا تمارين تيتاب انه يجب تأدية الحركات وفقا للتسلسل الصحيح وفي الحلقتين الماضيتين ادينا حركات متسلسلة لذا اليوم سنبدأ بحركة الاندفاع بصاقين لأنها التمارين التي يجب ممارستها قبل التوازن ادينا جزءا منها المرة الماضية لذا سنبدأ من الصفر اصبعوا القدم نحو الأمام الثاني نحو الجانب وتذكروا أننا لن نتخطأ اصبع القدم عندما نندفع وسنبقي الركبة بعيدة عن الوسط سأؤدي الحركة جانبيا لأذكركم الركبة بعيدة عن الوسط خلال الهبوط والإبهام في الخلف نمسك بالخصر أو المعصم أو ما يلائمكم سنهبط اثنان استالاثة دسوا دسوا نحو الأعلى مباشرة نشد زراع وندفع الإبهام فيما نصعد وفي الأعلى نضغط على الفخد سأؤدي الحركة جانبيا ستكون الحركة الأولى أخت نحو الأمام إن كان لديكم مشاكل في الركبة تذكروا توجيهها نحو الخارج كذلك بدل أن تسندوا ثقلكم على الركبة خلال الهبوط ميلوا نحو الجهة الثانية لا تسندوا ثقلا إضافيا على الركبة لنبدأ اغبطوا اثنان ثلاثة دسوا نحو الأعلى مباشرة وشدوا الفخد اثنان اثنان ثلاثة دسوا نحو الأعلى مباشرة ثلاثة اثنان ثلاثة دسوا وشدوا الفخد اربعة اثنان ثلاثة دسوا نحو الأعلى مباشرة خمسة اثنان ثلاثة دسوا نحو الأعلى مباشرة ستة اثنان ثلاثة دسوا وشدوا الفخد سبعة اثنان ثلاثة دسوا نحو الأعلى مباشرة المرة الأخيرة اثنان ثلاثة دسوا وشدوا الفخد الآن ركزوا الركبة فوق الكاحل مباشرة ثبتوا الجسم بوضع اليد على الركبة اليد الثاني على الفخد ارصفوا إصبع القدم الخلفية ولا تقوصوه نحو الخارج أو الداخل بل يجب أن يكون مستقيما مع إصبع القدم الأمامية الزراعان جانبيا المرفقا نحو الأمام لأننا لن نكتفي بتحريك عضلات الزراعين والكتفين بل الظهر أيضا الآن سنرفع الكعب الخلفي ونخفضه إذن أغبطوا وصعدوا اثنان وصعدوا ثلاثة وصعدوا أربعة وصعدوا خمسة وصعدوا ستة وصعدوا سبعة وصعدوا ثمانية وصعدوا الركبة فوق الكاحل ادفعوا الثقل أريحوا الركبتين أبقهما مثنيتين شهيق زفير أخفضوا اليدين دسوا نحو الأعلى مباشرة ارفعوا الرأس دوموا الكتفين شهيق زفير الآن الساق التي كانت في الأمام ستوضع في الخلف مفهوم سنؤدي الحركة الأولى ببطء سنرفعوا الكعب سنؤدي الحركة مع شدة هكذا راقبوني مرة ارفعوا الكعب الخلفي نحو الأعلى دوموا الكتفين مجددا ينطبق المبدأ نفسه الركبة الأمامية تكون مسنية خلال الهبوط ولا تتجاوز إصبع القدم نسند معظم الثقل على الظهر مفهوم؟ لنباشر الشد اهبطوا وارفعوا الكعب اصعدوا ودوموا الكتفين اثنان اصعدوا ودوموا الكتفين ثلاثة اصعدوا ودوموا الكتفين أربعة اصعدوا ودوموا الكتفين خمسة اصعدوا ودوموا الكتفين ستة اصعدوا ودوموا الكتفين سبعة اصعدوا ودوموا الكتفين المرة الأخيرة اصعدوا ودوموا الكتفين الآن نحو الأمام سنؤدي حركات ثاني الفخدين وأصابع القدمين نحو الخارج وخلال الهبوط عليكم تثبيت الكتفين فوق الوركين افتحوا الذراعين نحو الأسفل ثم على رؤوس الأصابع اثنان ثم نحو الأعلى مباشرة ثلاثة الذراعان خلف الأذنين أربعة شدوا نحو الأعلى مباشرة وشدوا الآن اركلوا نحو الخارج اركلوا واركلوا ارفعوا وارفعوا أجهزون لدفع الجانب الثاني صالبوا القدمين واخطوا نحو الأمام واقلبوا الركبة وضعوا الإبهام في الخلف أمسكوا الخصر لنبدأ اهبطوا اثنان وسلاسة دصوا نحو الأعلى مباشرة اثنان اثنان سلاسة دصوا وشدوا الفخد ثلاثة اثنان سلاسة دصوا وادفعوا الإبهام أربعة اثنان سلاسة دصوا نحو الأعلى مباشرة خمسة إثنان ثلاثة دصوا نحو الأعلى مباشرة ستة إثنان ثلاثة دصوا نحو الأعلى مباشرة سبعة إثنان ثلاثة دصوا نحو الأعلى مباشرة المرة الأخيرة دصوا نحو الأعلى مباشرة والآن الركبة فوق الكاحل اليد على الساق اليد الثاني على الفخد ركزوا إصبع القدم الخلفية في الاتجاه الصحيح تلووا نحو الأسفل وتأكدوا من أن الوجه صحيحة افتحوا اليدين جانبياً وجهوا المرفقين نحو الأمام فيما ترفعون الكعب الخلفي وتخفضونه اصعدوا وهبطوا اثنان وهبطوا ثلاثة وهبطوا أربعة وهبطوا خمسة وهبطوا ستة وهبطوا سبعة وهبطوا ثمانية وهبطوا الركبة فوق الكاحل ادفعوا السقل أرخوا الركبتين الشهيق زفير اخفضوا اليدين واقلبوا الراحتين ومدوا فيما تصعدون نحو الأعلى مباشرة دوموا الكتفين شهيق زفير الآن سنضع الساقة نفسها في الخلف من أجل حركة الاندفاع الهابطة مع الشدة لنبدأ اهبطوا ارفعوا الكعب الخلفية ارتفعوا ودوموا الكتفين الآن بسرعة اهبطوا اصعدوا ودوموا الكتفين اثنان اصعدوا دوموا الكتفين اثنان اصعدوا ودوموا الكتفين سبعة اصعدوا ودوموا الكتفين المرة الأخيرة اصعدوا ودوموا الكتفين الآن نحو الأمام تأكدوا من أن أصابع القدمين نحو الخارج وعندما نهبط يجب أن تكون الكتفين فوق الوركين قربوا الأصابع افتحوا ثم هبطوا على رؤوس الأصابع اثنان نحو الأعلى مباشرة ثلاثة الزراعان خلف الأذنين أربع شدوا نحو الأعلى مباشرة وارتاحوا أركلوا نحو الخارج أركلوا واركلوا ارفعوا وارفعوا أتشعرون أنكم بحاجة إلى الماء أنا عطشانة قد حان وقت الشرب بعد عودتنا سنعمل على التوازن استمروا بالتحرك كنت بحاجة إلى شرب الماء فعلا أنا أوان العمل على التوازن أعرف كثيرين عندما يريدون تمر على التوازن يفضلون تشبس بجدار أو بكرسي لكن ذلك لا يمرن العضلات كما تحتاج لكي تصبح قوية لذا يمكنكم الوقوف بقرب الجدار أو بقرب كرسي لكن أدوا الحركات بدون لمس لو بدأتم تسقطون تشبسوا بالتأكيد لكن افعلوا ما بوسعكم وستحصلون على النتائج سنبدأ بهذه الساق سر تمارين تيتاب هي أنكم تستعملون دائما أكثر من عضلة وتستخدمون مجموعة عضلات وفي هذا التمرين سنستعمل عضلات الساقين حتى الصغيرة منها لذا علينا سنية ركبتين قليلا فيما نكمل هذه التمارين لعلكم تميلون إلى أبقاء ركبة مستقيمة فيما ترفعون الساق الثانية أبقوها مسنية قليلا لتحركوا العضلات حول الركبة الفخذ والمعدة والظهر مدوا الزراع جانبيا من أجل التوازن لكن لا تكتفوا بذلك فلو رفعتم الزراع واليد هكذا ستحركون عضلات الزراع هذه وتعرفون أن هذا القسم يتراهل فيما تتقدمون في السن هذه الحركة ستنفعكم لذا ارفعوا اليد هكذا كما الشرطي الذي يقول توقف وضعوا الإبهام في الخلف وكذلك غالبا عندما يمارسوا ناس هذا التمرين يميلون إلى رفع إصبع القدم في الجو هكذا وبالتالي ستتحرك بعض عضلات الساق لكن ليس هذه العضلات إذ نريد تحرك مزيد من العضلات يجب توجيه إصبع القدم نحو الداخل خلال الرفع يجب أن تبقى الإصبع نحو الداخل أو نحو الأمام وليس نحو الأعلى مفهوم؟ لنبدأ سنرفع الساق ونخفضها برفق هيا بنا إذن ارفعوا وأخفضوا اثنان وأخفضوا ثلاثة وأخفضوا أربعة وأخفضوا خمسة وأخفضوا ستة وأخفضوا سبعة وأخفضوا ثمانية وأخفضوا لكن لا تستسلموا بل ارفعوا ركبة وثبتوها واحد اثنان ثلاثة وأربعة جيد الآن أركلوا نحو الخارج أركلوا ارفعوا وارفعوا لا تقلقوا إن كنتم تتميلون وتتلون فالحركات تقوي عضلاتكم وتضغط على العظام والعمود الفقري وتقوي العظام وذلك مهم جدا لا تقلقوا بخصوص التمايل فأنا أتميل مع أنني أمارس تمارين سترونني أتميل لكن لا بأس الآن القسم التالي سنمد الزراع مجددا نضع الإبهام في الخلف ونثني هذه الركبة ونرفع هذه ثم نخفضها نحو الخارج والأعلى مجددا فلنبدأ نحو الأسفل إلى الخارج ثم نحو الأعلى إثنان نحو الخارج ثم الأعلى ثلاثة نحو الخارج ثم الأعلى أربعة نحو الخارج ثم الأعلى خمسة نحو الخارج ثم الأعلى ستة نحو الخارج ثم الأعلى سبعة نحو الخارج ثم الأعلى المرة الأخيرة نحو الخارج ثم الأعلى وثبتوها واحد إثنان ثلاثة وأربع أركلوا نحو الخارج اركلوا واركلوا ارفعوا وارفعوا في القسم التالي ستظل هذه الساق في الأمام ستكون ثانية في الخلف في هذا الاتجاه إذن نحو الأمام بشكل T مفهوم صالبوا القدمين واختقوا قليلا نحو الأمام مدوا الزراع أمامكم من أجل التوازن لأنكم سترفعون القدم المسطح سأريكم من الجانب بعد قليل إذن انظروا إلى يدكم ارفعوا القدم المسطح نحو الخلف والآن دعوني أريكم من الجانب بعض السيدات خلال هذا التمرين يملنا إلى مد الساق نحو الخلف بحيث يفقدنا التوازن يجب تركيزها خلف القدم خلف القدم تماما القدم المسطح سأقوم بالحركة لنبدأ واحد اثنان ثلاثة أربعة تذكروا ثانية الركبة خمسة ستة سبعة ثمانية الآن في القسم التالي سوف تصنون الكاحل واحد اثنان اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية انقلوا هذه الزراع إلى الجانب ارفعوا الركبة مدوا يدكم أمامكم اثنان ثلاثة وأربعة جيد اركلوا نحو الخارج اركلوا اركلوا ارفعوا وارفعوا في القسم الأخير من السلسلة ستتأرجحون نحو الخلف مدوا الزراع جانبيا وارفعوا اليد اثنوا الركبة ارفعوا الثانية مدوا يدكم أمامكم سنأرجحوا الساقة نحو الخلف لنبدأ واحد وارفعوا اثنان وارفعوا ثلاثة وارفعوا أربعة وارفعوا خمسة ارفعوا ستة ارفعوا سبعة ارفعوا ثمانية والآن المسوا وارخوا الركبتين المسوا وارخوا الركبتين وهذا التمرين مثالي لتحريك الجهاز الانفوي واحد واحد ارفعوا زراعين اثنان افتحوا اليدين ثلاثة أربعة وأربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة سبعة سمانية سمانية افتحوا الزراعين دويموا الزراعين شهيق زفير حسنا سنؤدي حركات نفسها في الجانب الثاني لا تقلقوا إذا تميلتم فعضلاتكم ستعتدوا الحركات وتزدادوا قوة ومتى تميلتم ذلك النزير خير لذا لا تقلقوا مدوا الزراع جانبيا تذكروا تحريك هذا القسم اصبعوا القدم نحو الداخل الركبة مسنية قليلا ارفعوا وأخفضوا اثنان وأخفضوا ثلاثة أخفضوا أربعة أخفضوا خمسة أخفضوا ستة أخفضوا سبعة أخفضوا ثمانية أخفضوا ارفعوا الركبة وثبتوها اثنان ثلاثة أربعة جيد اركلوا نحو الخارج اركلوا واركلوا ارفعوا وارفعوا نحو الأسفل والخارج ارفعوا الركبة اخفضوها نحو الخارج ثم الأعلى اثنان نحو الخارج إلى الأعلى ثلاثة نحو الخارج أربعة نحو الخارج إلى الأعلى خمسة نحو الخارج إلى الأعلى ستة نحو الخارج إلى الأعلى سبعة نحو الخارج إلى الأعلى المرة الأخيرة نحو الخارج إلى الأعلى ثبتوها واحد اثنان ثلاثة وأربعة أركلوا نحو الخارج أركلوا أركلوا ارفعوا وارفعوا حان موعد الخطوات ركزوا الساق التي كنتم موقفين عليها نحو الأمام والثانية قبالة الجدار صالبوا القدمين أختوا نحو الخارج مدوا يدكم أمامكم ارفعوا القدم المسطحة هذه المرة سأؤدي الحركة في هذا الاتجاه سطحوا القدم ارفعوها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية الآن أسنوا القدم اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة وثمانية انقلوا هذه الذراع ارفعوا الركبة ومدوا يدكم وثبتوها اثنان ثلاثة واربعة اركلوا نحو الخارج اركلوا اركلوا ارفعوا ارفعوا الآن ارفعوا الركبة مجددا مدوا ذراعكم سنتأرجحوا نحو الخلف تأرجحوا ارفعوا اثنان وارفعوا ثلاثة وارفعوا أربعة وارفعوا خمسة وارفعوا ستة وارفعوا سبعة ارفعوا سمانية ألمسوا وأرخوا ركبتين ألمسوا وأرخوا ركبتين أنا أيضا أتميل إذن واحد وواحد اثنان واثنان سلاسة وسلاسة أربعة وأربعة خمسة وخمسة ستة وستة سبعة وسبعة ثمانية وثمانية افتحوا الزراعين دوموا الزراعين شهيق زفير أحسنتم أتشعرون بالدفء الآن لنمارس تمرين آخر يدعى حركات شد الدمية تكون الزراعا في الأعلى أولا الأصابع متقاربة سندعي أننا دمية وكأن أحدهم يشد خيوطنا اهبطوا وارخوا الركبتين والو المعصمين ارفعوا وارخوا الركبتين الآن بسرعة واحد واحد اثنان اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة خمسة خمسة ستة ستة سبعة وسبعة ثمانية وثمانية مدوا يديكم ودوم الكتفين ممتاز لنودد العضلات تستحقون ذلك استندوا إلى الركبة أبقوا هذه مستقيمة وشدوا الفخدة أمسكوا هذا الكاحل ارفعوا الراحة قبالة الجدار انظروا إليه شهيق زفير مجددا شهيق وزفير عندما تتنفسون خلال تمديد العضلات تصبح أكثر مرونة الجانب الثاني أمسكوا الكاحل ارفعوا الراحة شدوا الفخذ قويموها انظروا إلى الراحة وشهيق زفير مجددا شهيق زفير أحسنتم والآن استندوا إلى الركبة ثم إلى الركبة الثانية المرة الأخيرة في الجانبين شهيق شدوا الفخذ زفير شهيق ثم زفير استندوا إلى الركبة ثم إلى الثانية أمسكوا الكاحل ارفعوا الراحة وشدوا الفخذ وشهيق ثم زفير شهيق وزفير استندوا إلى الركبتين أخفضوا الوركين قليلا اصعدوا نحو الأعلى مباشرة اركلوا اركلوا واركلوا ارفعوا وارفعوا برعتم في التمارين اليوم إن كان لديكم أسئلة وإرادتم التواصل معي أرجو أن تدوينوا البريد الإلكتروني في أسفل الشاشة تذكروا شرب الماء لأنه يعزز قدرة التحمل وحرق الدهون وهو نافع لكل خلايا الجسم لذا ريسما نلتقي المرة المقبلة لنستمر بالتحرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر